اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية مع معالي السيدة أولغاليا بموفا وزيرة الثقافة بروسيا الاتحادية رئيس الجانب الروسي باللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية وذلك بمناسبة مشاركة سعادته في منتدى سان بوتروسبيرغ الاقتصادي الدولي وخلال الاجتماع عرب سعادة وزير الخارجية عن اعتزاز وتقدير مملكة البحرين الكبيرين لعلاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تربط بين المملكة وروسيا الاتحادية الصديقة وما تمتاز به من تطور وتنام مستمرين على كافة الأصعيدة الثقافية والاقتصادية والتجارية والعلمية والفنية مؤكدا سعادته على أهمية مواصلة وتكثيف التعاون والتنسيق الثنائي المشترك بما يفتح آفاقا رحبة لتعاون الثنائي ويحقق المصالح المشتركة وشيدا بجهود اللجنة البحرينية الروسية المشتركة ودورها الفاعل في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون وتوطيدها بين البلدين والشعبين الصديقين من جهتها رحبت معالي سيدة أولغاليا بيموفا بمشاركة مملكة البحرين في منتدى سام بوترسبرغ الاقتصادي وشيرت مشيدة باللقاءات التي أجراها سعادة وزير الخارجية بهذه المناسبة مع كبار المسؤولين في الحكومة الروسية لما من شأنه الإسهام في تعزيز التعاون المشترك مؤكدة حرص بلادها على تعزيز مختلف أوجه التعاون مع مملكة البحرين والدفع بها لمستويات أوسع بما يلبي آمالهما وتطلعاتهما المشتركة ويعود بمزيد من النفع على شعبيهما الصديقين وتمنية لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والإزدهار ترجمة نانسي قنقر